مثير للجدل سبعمائة وخمسة وعشرين الف وقت اللي نفتح ملف اليوم تمويل الحملات الانتخابية ونحكيه على الانتخابات متاع الفين وحداش وفلوس تمويل الحملة الانتخابية لسنة الفين وحداش وايضا شنو الفرق بين تمويل الحملة الانتخابية الفين وحداش والانتخابات القادمة الفين واربعتاش وقت اللي طرحنا عليكم سؤال عطر ودو بل في بوان راديو اكسبريس افن بوان كوم هل تهتم لمعرفة حقيقة ملف تمويل الانتخابات الفين وحداش نقول لكم انتوى انه العديد والعديد من الاحزاب الصغيرة على الاقل خذت الفلوس وما رجعتهاش ونقول لكم انه البعض من الاحزاب الكبيرة ايضا خذت الفلوس وما رجعتهاش ونظرا لانه اليوم قدام تقريبا الاستعداد لقانون انتخاب جديد وعلى اساس انه لم يتعامل مع هذا الملف على اساس انه مثلا الناس اللي ما رجعت الفلوس في الانتخابات القديمة 2011 حداش مش من حقها انه مثلا تاخو فلوس اخرى في انتخابات 2014 نقور واحنا قدام مسألة مثيرة للجدل لانه في نهاية الامر هو يقول لك الناس هذو ما اخذيوا الفلوس من الدولة من الحاكم اما الحكاكة واللازم التتقال والحاجة اللي يزم يفهمها المجتمع والمواطن التونسي اليوم انه الفلوس هذيك راي فلوس الشعب فلوسنا نحنا فلوس تكسيستي والنجار والعطار والخضار والمهنة الكل فلوس حتى الامراء اللي قاعدة في الدار فلوس اي مواطن تونسي موجود اليوم على ارض الجمهورية التونسية ويحمل بطاقة تعريف فيها الجنسية التونسية فلوسنا ما رجعتش علاش هذا السؤال المطروح اليوم في مثير للجدل وقت اللي اخذيطوها باشتعملوا التمويل للحملات الانتخابية نزيدكم اكثر من هكا المثير للجدل انه فما مثلا زوز قوائم من اللي اخذيو الفلوس اخذيو الجزء اللي اولاني الترنش اللي اولاني متاع الفلوس والتصويت عليهم فما قائمة اللي هي متكونة من عشرة من الناس سفر اصوات بمعنى تعرفش معناه هويدة سفر اصوات معنتها حتى العشرة من الناس اللي موجودين على القايمة ما صوتوش لارواحهم ممشيوش للانتخابات وما صوتوش ولا حتى كان مشاورا وممشيو صوتو الغيرهم مش للقايمة متاحهم بمعنى انهم اخذيو الفلوس وما عملوش حملة انتخابية وما جابو حتى صوت وفما قايمة اخرى من سوسس جابت زوز اصوات فقط على عشرة من الناس وقت اللي هما عشرة من الناس معناتها زوز من الناس من اكل عشرة مشاوا وصوتوا لارواحهم واكثر من هكيكة مفامة حتى صوت اخر بخلاف الناس اللي خذت الفلوس وما عملتش حملات انتخابية اللي عمل بيهم مطهور ولده عمل واللي بناء بيهم دار بناء واللي هز بيهم سياج هز واللي عمل معناتها حقيقة ان هذه فلوس شعب ولكن كيفاش الناس تياخذوا فلوس الشعب ومن بعد المسؤول على فلوس الشعب اللي هي الدولة ما تراقبش واشكون المسؤول انه يراقب الفلوس هذه هذا موضوع اكثر من مثيل الجدال لذلك علش نحبكم اليوم تفهم ومليح الفلوس هذه فلوسكم انتوما وقت اللي تمشي للناس هذوما شكون المسؤول بيش يراقبهم وشكون المسؤول انه بيش يعاقبهم من بعد لانه اليوم احنا في وضع اقتصادي صعيب وانعايتوا وانصيحوا وانقولوا الدولة ما عندهاش فلوس وقت اللي يلقاوا فلوس متاع الشعب ياخذها السيد يعمل حتى حملة انتخابية اللي تهر ولده كما قلت واللي بناء سياج واللي عمر دار هو اليواقع ملورزمو ويجب انكم تعرفوا واقعكم في البلاد هذية مشنو اللي يتغير مع انتخابية 2014 والقانون الانتخابي لسنة 2014 الناس هذوما من حقهم انهم يعودوا ياخذوا مرة اخرى فلوس اخد فهمشكون اللي سايج السياج وما زال ما لايقوش مثلا دهو كبالكش يحب يكمل ياخو فلوس خمسة ولا سبعة ملايين بش يلايق ويدهن السور متعداره وغيره اذه الكله بالحق هو المسألة الضحك ومثيرة للجدال مثير للجدال العشرة وعشرين دقيقة مرحبا بالجميع الجمعة تسعمائية كما قلت 2014 اليوم نحكيه على اموال الحملة الانتخابية لاموال عمومية اموال الشعب لاموال هذي رجعت ولا ما رجعتش وايضا شنو الفرق بين تمويل الحملة الانتخابية سنة 2011 وسنة 2014 يحضروا معنا في البلاتول الحديث حول هذا الموضوع بش نزيدو نوضحه للناس كيفاش الفلوس هذية تتعطاه وشكون من حقه انه ياخد الفلوس سي كامل الديماسي عن حزب افاق تونس مرحبا بيك كمال سباح النور مرحبا عيشك ايضا من مراقبون المنظمة لقاعدة راقب مليح معنتها في الانتخابات وفي الاجراءات وفي المجلس الوطني التاسيسي منال الحرابي مرحبا بيك كذلك نبيل عبدالطيف رئيس هيئة الخبراء المحاسبون بالبلاد التونسية نبيل سباح الفل مرحبا بيك سي زهير المستمعين نبيل نبدأ معك انتي معنتها على المستوى القانوني وانتم خبراء محاسبون لاموال هذية هي اموال الشعب متفهمين فيها هذية قوي اخلو فلوس الحاكم وفلوس الدولة اي فهمها والاسف خلط كبير ما بين الدولة والحاكم والمؤسسات لك فالاخر هي فلوس الشعب هي في نهاية الامر مدين فيها اي مدخول ذريب متنظر كنلها تابع للشعب واضح به الفلوس هذية كيفش تتعطاه في الحملات على الاقل خلنا نحكيه على مستوى 2011 وحداش كيفش صارت الحكاية والله هو مبدئيا انا فين وحداش ومذابيا ما نشبش تقول لما على الاقل نذكر الوضعية اللي كانت فيها احنا لاحظوا حتى المرسوم هو اللي نظم الاحزاب قبل حتى الحملة الانتخابية كان احنا نقولوا لايت خفيف برشا علاش بشغوله وانو ما نعطيوش ضغوطات كبيرة لتكوين الاحزاب انو نسكل تحب حرية الاحزاب حرية الجمعيات المراسي مزوز خرجوا فرد وقت وكان التوجه الكبير انو نعطيوه حرية اكثر لتنظم في شكل جمعيات او احزاب واذيك علش كانت لاحظ هو اليوم قانون اللي يتيح تصرف طبعا معنى بعث الاحزاب وتصرف فيها منقوش فيه حتى قواعد تصرف الاساسية في هذي اعترى برشا صعوبات بما فيها الصعوبات بشتخلت بالاخر لعملية مراقبت متابعة الحملة الانتخابية لانو عادة نكونو نرجع شوية لامور اقتصادية اذا كين هو الهيكل بيدو في تصرف متاعه المالي واليومي وما يخزعش الحوكم الرشيدة ومعنى قواعد التصرف السليم وشفافية وغيره عادة ما ينجمش كون في الحملة الانتخابية بشوالي شفاف ومنظم ويحاول انو يحترم المبادئ هذي اولا هذي المشكلة الاول اذا بالنسبة لي نحن كم مراقبين حسابات لاحظنا وانو عديد الاحزاب مخلة بيه واجباتها الاجبات الافصاح وواجبات المراقبة منذ تكوينها ولهذا ما نعتقدش ان الحزاب هذي بشكون حملة الانتخابية منظمة المشكلة الثانية وانو المعايير المحاسبية ومعايير المراقبة الحسابات هي بيدها مكانية جاهزة ولهذا كان فما برشة ارتجال وبرشة اجتهاد وارجعنا الى فما تأخير هذية ولليوم رو نلاحظوه في انجاز المعايير هذية ومحن مسؤولية مشتركة من بين وزارة المالية ومبين اه الهيئة خبران المحاسبين لانو احنا ما نعمل المراقبة الا ما يكون حذر المعايير اللي هو تعمل به الحسابات اذا هذا مشكل وما زال بش تطرح لليوم المشكلة الثانية وهذا ينلاح عليه هو حسانة اللي يزيمها تكون موجودة عند مراقبين حسابات لانو عديد اوانا كما نتكلم هوني معنى موقع كرئيس هاية وانو معنى عديد الزمالين يصعب عليهم ان يكونوا محايدين وإلا في وضعية مريحة بشي خدم خدمته بالنص اللي موجود الآن بالضغوطة اللي موجودة ترهيبا او ترهيبا طوو بعد شواء ندخلوا للتفاصيل هذية والترهيب اللي نجمي تعرض له محاسب ولا الخبير المحاسب في الوضعية هذية خلنمشي فوق 3 بالمية ترجع 50 بالمية ولا فسروا لي معنى شنو يقول فوق 3 بالمية ما ترجعش اي فوق 3 بالمية مترجعش حتى فرنق ولا حتى دعم اي اقل من 3 بالمية ترجع كاملة اللي خديتها كاملة نبيل انت اليوم كرئيس هيئة الخبراء المحاسبون بالبلاد التونسية شكوني يعرف اليوم شكوني لحزاب اللي رجعت وشكوني لي ما رجعتش هو معنى هنقوله عموما داية المحاسبات عملت عمل فيه جدية عن موضوع هذية وعطيت نتاج وتدخل فيه بيب معنى داية المحاسبات والتحفظ واجب تحفظ وغيره لانو داية موضوع شاك والله هذا واجب التحفظ هذا هو المشكل معنتها سمحني انا بنسبة اليين يظهر لي اليوم من المهم انه الناس قبل ما تسوت جدية واللي عملت حمالات انتخابية واللي صرفت فلوس وجابت شوية أصوات واللي كانت على قدر الثيقة ورجعت فلوس الشعب إذا كان ما جابتش أصوات واللي ما رجعت سمحني مع تبين قوسين إذا من الناس تعرف السريق حاجة بركة ملاحظة وزيدة منهجية في موضوع هذية انه شك فان عملوا قانون بزربة مستعجل وما هوش فيهم كافة الاحتياطات اللازمة بعد نقعد القاسي في مشاكل جانيبية ومعنى تعلم الناس السرقة معنى نحكي عن جينيغان بعض تسريك تقاسي في الوظائق لأن الحلول سهلة اليوم إذا كان تعطي خمسين في المئة من المنحة مغي ما أعطيك حتى ضمان تسأل روحك كبير على الجدية لأنه مشكل هو هذا هو أنه نحب نفتح الباب ترشح لأي تونس يحب يترشح يسجيب شروط ترشح ولكن ما يلزمش الأمور المادية تعيقه هذيك علش دخلة الدولة في المجهود هذي اليوم الدولة هاوي المشكل نهار دي تعطي المنحة يزمها معنى زمانات اللازمة باشتعرف في الجدية استرجاع المساعدة أنه المنحة هذيك أولا قبل الاسترجاع نهماشي الحملة انتخابية خطف مقايا وامي عاملت حتى حملة انتخابية هذي هو المشكل ما قوائم مرينهاش جملة ما صرفت حتى دينار منك السبعة ولا ثمانية ملايين هو معنى جسد معنى إذا كان هو باش تعطيه أنا منعملوش حاجة بركة ما ياخو ترانشة ثانية إلا ما يثبتوا أن مصاريف كلها كانت في إيطار حملة واكثر من هذا حتى التثبيت في العملية هذي شكو باش يثبت وشو مالك خيتاخ أنا نقول إذا كان هو يعطي ضمان انتهاء خذها أكثر من تنسف في المياه نجح ومعها كرسي في المجل وجزاه الصندوق أقل نسرجع للمبلغ حسب الزمانات اللي يعطيها ملوك واضح معناتها إيجا نقول لك الانتخابات صارت 2011 إحنا اليوم في 2014 قريب شنكملوها مناصف ناعة على الأقل ونقاورو إحنا قدام رئيس هيئة الخبراء المحاسبون بالبلاد سيقول لي واجب التحفظ يمنعوا من أنه يعطي بعض المعلومات ونقاورو إحنا قدام مجتمع مدني ما يعرش الشعب ما يعرش الفلوس متاعه ونمشيت وحزبه فاق من عرش كان يعرفه لا ما يعرش متاعنا لك صفة عامة تقرير متاع الكور دي كونت فيه في اللي زانيك متاعه طالق الأرقام كل لكن ما نعرش إسكو هذي سيكتواليزي ولا لي خاطر عنده برشة من إخرج الرابر متاع الكور دي كونت ومعنيش أخر رابور ما نتاع عندك انتقى لدت من وقتش هذي من 2012 2012 للمعلومة نبيل معنا بعد منزعة بالسستماتية حاجة بارك نقول عن الحلال 73 على المخالفة للعم посмотр المجال صار إحصاب لم أشعل ما ر칭 نحكي على قالون جديد هكเฮور الحاجة الثانية أو صار في العالم راهو فما تجاوزات كبيرة لصير الحملات الانتخابية. احنا شو نقول باش باش نعطيه اكثر الحلول. راهو اه الطريقة اللي تعاملت بها النصوص وتداخل ما بين هيئة الاستصال السماعي البصري والهيئة التنظيم الانتخابية. ما بين الحكومة. ما بين كون دي كونت. واحنا كنا نعملو كونترول. فما عديد اطراف من دخل في العملية هذي. اليوم عنا عديد تحسينات لطلبنا. عالمرسوم والنصوص السرتيبية في القانون جديد. مم. وراهو نعاود نسيس هذية ديما على الغالب يقول في حخصان فشان اقتصادي. يزلنا نقعدوا بتوافق باش نسدوا ثغرات هذية ونحسنوا المنظومة اللي فما. مم. عنا منظومة ما زالت ناقصة. ناقصة ترشيكة اللي خرانية. مم. اذا كان ما نقعدوش لأطراف الكل. راوكي العادة. طرف باش يغلب اه رؤية معين على رؤية اخرى. باش نقارو واحنا مبعد في الاسكاليات هذية. واضحة. تلقا ورا يحكم قدام جايك مانيل معنتها نابيل تلقا ورا يحكم قدام ناس يقول لك شكونك انت بش تحاسبني معنتها? والله اه. قبل ان تحكي على حصانة وتحكي على الخبراء المحاسبون. احنا سرمي و هذية في مهنتنا لغيسك انه معناها مناخ العام للرقابة. مم. ازا كان فما مناخ عام رافز للرقابة ويقول لك انا غير يعمل لي. عليش تكلمني اينا وغيره. اي معنتها يعطي صعوبة كبيرة في تقبل حتى الرقابة. انا انا اللي غيذني انه اليوم اولينا مبره السرقة انه غير يسرق اكثر مني. اينا اش ستسرق الزوزلة ثلاثة منين جاي تحصل. فهي معنتها اتي باره شوف لي حتى دينار معنتها هي سرقة كبيرة. وغذيت الاشاعات وخليت الزو العام ما يقبلش اليوم الرقابة على اساس وانهم في الات كامل. وعليش تبدأ بيانا اليوم ولا بالقطاع هذي ولا بالعملية هذي. واضح. لانه طوام بعض ممكن ندخلنا نخشلو التمويل اجنبي وغيره معناها عديد المعطيات موضوع هذي شيء كده. لا ان شاء الله ساعة ثانية نحكيه وزاد شنوال يتحسن بالنسبة للقانون الانتخابي جديد او الانتخابات الجاية الفين واربعتاش مانية. فوقات سياسية واعطينيه ينعطيكه ويعديله ينعطيكه يعديله ينعطي. معناها سي توجور الممم موضوع. نبيل. انا نقول اولا اه الردع والعقوبات هو هو مطلوب. ولكن روجني غالما للمخالفة المالية عادة ان العقاب المتاح يكون مالي عادة ان دي كما فماش حق في الموضوع. انا نقول اليوم كن حبو. ما زال عندنا طوى فرصة. ان شاء الله حاتش يقع تعيين تاريخ وغيره ما زال فما صعوبات في العملية. فما فرصة وانو نظفو شوية الحملة. رو بشتخلط الحملة البيئة متاحة المالية نضيفها الف المية رو اه صعيب وحتى في الديمقراطيات العريقة ما 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 خلطولوش. نجمه النقصه من مظاهر غير عادية. مم. نقول اليوم اه اخذيه خمسين في المية وما رجعش وغيره وكذا فما ميكانيزم يا ما تعملو من لول وقتها. بالرسم يتنقص تسعين في المية من الحالات. واذي كان سيدي بالحكاية كيكا موجود هاي دايق. شفتناه في كل شي حتى تميل العموم من الجمعيات وحتى مجلة تسمر. مم. تخلق شريحة نسميه احنا صيادي المنح. مم. هذا مدام ما حكيت على منح باش تلقى صيادين منح. مم. اما برشة ولا شوية الهون قوة السيستام واحنا مستعدين باش نعانوا في موضوع هذي. مم. تبقى الاشكالية اللي هي بنسبة الي انا اكبر نقول راهو الماناخ العام الاقتصادي في تونس وشفافية معاملات المالية في تونس اليوم متدهرة. شو معناه? ماتنجم مش تخرج انت يا حملة انت خبية نظيفة. وقت اللي ستين في المية من اقتصادتون سيليوم في المواسي. وبكلو اسباس. مم. وبكلو اندر جراو تحت لارض. ما تنجم مش تعمل انتي حملة انتخابية نظيفة وقت اللي تبدل انت عامولات ما هيش ابليجاتور ما صير بخشاك ولا بخشاك ولا بخشاك في البنوك. مم. مم. اذن حتى قدوة تهبطني اينا باش نجيم كنترولي اي حملة انتخابية. مم. كيفاش بش تكنترول? كيفاش بش نحساب لك لعلاجة قاعد اصبحوا ولدرسوه كمو كنتفيسان واللي يعني اللي تنجاوز حتى المهمة بتاعي وغيرو. مم. اذا بش كونوا واضحين. اليوم مسئولية اه اتهام قايمة او حزب بانو تنجاوز المالية وكل شيء اكدو بش كونوا واضحين في الفين واحداش واليوم تتعاوض نفس الحكاية في الفين وعبعتاش عديد اطراف مايش متعادة بش تحمل مسئوليتها. مم. لاني ما عطيتوش ظروف بش يخدم. الظروف اللي بش نخدمو فيها غير عادية. وهذاك عليش تلقى برشة احزاب لا عندو كوميسيا وكونت ولا عندو حساب بيت. والحملة بتاعو داخل ابعادها. وما تلقى حتى حد مستعد بش يتابيك انهو. مم. الموضوع حشي جدا. مم. احنا قلناها في الفين واحداش ونعودوها اليوم. يا اما فما معالجة جدية. نجيو ننس كل اه. اللي اليوم ما زلت مش روزه. على طاولة ما هي جدية. معنا جولة جولة فيها. مم. انا نعطيك مثال بسيط. عطيه. اللي هو موجود بانش ماركينج موجود في العالم ونجيو محلل اشكالية في دقيقة. اي. في العالم كل. مم. الحملة الانتخابية. الكونت بتاعها يتحط عند الناسين المحلف. معناه من هال تنطلق الحملة الانتخابية لحساب بيت سانك كونت باسمه. مم. كما متصرف قضايا بالضبط. اي. كل فرنك داخل ولا خارج يتعدى عنده هو. ما عدا ذلك اه الحملة الانتخابية. دي حال سهل. ولكن نجمل نخلطول ولا نشك شوي. واضح. مرحب بكم في اه موثيل الجدال وقت اللي نحكيه على التمويل العمومي للحملات الانتخابية. وايضا نحكيه على اه من الفين واحداش اخلطنا لالفين واربعتاش اه من مناصفناها ديار تلاثة سنين. واحنا نستنعوه اذا كان فما فلوس يزمها ترجع ورجعت والله والناس اللي ما رجعتش اتخذنا ضدها الاجراءات. احنا من قبل احنا نحكيه على الفرق على الاقل في بعض العقوبات المنصوصة عليها بين الحملة الانتخابية الفين واحداش والحملة الانتخابية الفين واربعتاش. والسؤال المطروح الساعة طبقنا القانون اللي خص الحملة الانتخابية الفين واحداش. مش نخلطوا نطبقوا قانون الفين واربعتاش وإلى ليه. الاسفاقسي اللي اسمعونا يا مليح في برنامج مثير للجدال يما عليك يا تونس. ايسي نبيل خلي معنتها اليوم اه مع احترام التحفظ وقانون التحفظ اللي تحكي به اليوم في مثير للجدال هل قادرين على الاقل انه نفهموا الناس هذي علش لم يطبق عليه القانون? ثم السؤال الاكثر اثارة للجدال والاخطر. سؤال اختير على رأي العبدالرزيق الشابي بالحق معنتها. الناس اللي سنت اليوم قانون انتخابي لسنة الفين واربعتاش. طبقت قانون الفين واربعتاش وإلا هي بيدها ما خلصتش ولا فاما ناس منها هي بيدها اللي ما زالت تستنى الدولة بيش ترجع لها فلوسها ولا الشعب بيش يرجع له فلوسه. ما غير ما تذكر اسمها احتراما للتحفظ. ما فاما ناس في اللجنة بتاع القانون هي بيدها ما رجعتش وما زالت تسنن في قواني بين قوسين سمحوني. سريق وتكتب على القانون. اي. والله انا روي التوضيح كلمة واجب تحفظ هو. قدر الخيف الحلقة. اي. واجب تحفظ ان نقصد به الاسماء والهيئات. اما الحقيقة قلناها. قلنا روي فما عدم احترام لمقتضايات قوانين الفارطة للانتخابات خاصة في جانب الحملة تمويل الحملة. ام. والمخالفات لطرق تمويل الحملة. اولا. ثانيا بالله فما مواطن قال راهو بشر اي ام معناها. هي واحد حاجته بشوية فلوس. بشوية فلوس. روي فما من خطة ثلاثمين. موش هي خطر هذين المشكل راهو واضح الفصل الثمانية وسبعين. راهو نهارت اللي جي تترشح عندك خمسين في المية من المنحة اللي هي في حدود عشرين في معناها بما قيمتو بخاس تلاثمين تلاثمين. ميه? تلاثمين ميه. من اه ان فروض فيه وانو اذا كان غضوع. ام. الفلوس هذو ما ما سرفهمش والانتخابات وجاب اقل من تلاثمين في المية يلزم يرجح. ام. ما اليوم كيفيش انا نظمن وانو ترجع الفلوس عنا طرق. اذا كان فما النية صادقة باش تصير معناها. اذا كان فما النية صادقة. مالعليش الفلوس من الفين وحداش التوى مزا ما رجعتش. موجود مشكل هذية. فماش كون رجع بينصروا من عموش. انا هاو فماش كون ما رجعش وما عملوه شي. تلقائيا وفما اللي ما رجعش. اي. اللي ما رجعش اش نعملو له. انا نقول اه الهيئك اللي طالب بش بترجيع. ام. اش بها مخدمتش. ام. اليوم مثلا هاي. شكونا المطالب. موجودة مثلا انت عندك اليوم محكمة محاسبات هي كل. اي. اللي طوى حتى القارون طاحة ما زلنا مش فهمين معناها كيفاش التركيبة وغيره وكل شي. ام. وقت اللي تجي انت اليوم تقول راهو. اه اه يزمك مراقب حسابات للحزب. اش معناها? بش يراقب حسابات الحزب. علاقاته مع الجمعيات وليفون اللي يصيروا بيناتهم. ام. واذا كان عنده حملة انتخابية لاستفتاء. اش عندها ادراكسيون? هذية هو يا مراقب حسابات. ام. بشي انت ما غادي تقول ليه. راهو الحسابات هذو ما يراقبهم محكمة الحسابات. هانا ساني هو محكمة الحسابات. دكور ديكو. هانا ساني. ام. لانه اليوم انذا كان ما نجيبش حد اندبوندان. ام. وتعطيه الحصانة متاعه. معاش تنجم اه طالب على الاقل هيكل هذية المستقلة. سمحني خان فهموا الناس القانونش يقول الناس اللي ما رجعتش لليوم. شنية العقوبة متاحها على الاقل العقوبة اه. على شو اتنصل العقوبة. اللي هى موجودة في القانون على الاقل الفين وبرتاشة جديد هي عقوبات ببرستونتاج عشر وخمس سبعين انت والمخالفات الشديد. هذة جديد. اللي هو ملزم بها. او اذا كان ملزم بها باش تعدل سي في باش تعدل مدني. اه. لك نجم المكلف معنى البارتي سي في اللي دفع الدولة. هو ينجم يقوم بشكية هذي. اه. اليوم اسكن نجم ان نمشيوا في شكية هذية ولكم حزاب كبرى وغير وكل شيء. هذي هي يلزم تكون توفر له من الول الضمانات والهيكل اللي هي آآ مستعدة باش تعمل هذية وخاصة لكيفي كوافة ما خلط كبير. كانت شوف انتي في الرقابة. مم. طلقة وانو الهيئة باش تتعاون مع البنك المركزي وزارة المالية ومحكمة للحسابات. مم. باش كون كل واحد مسؤوليته كل عادة طول وليه كل واحد يلما في كورا اللخر. واضح. اذا نعاود نقول راهو كيتبدأ حاجة لكونيك حاجة غير محدة راهو اكثر منه باش نقوله راهو عنا قانون انتخابي وعديونا انتخابات هذية ومن بعد عندنا خمسة سنين باش ننظموا الامور. باهي بعد شوية. كما قلت تابع بعضه راهو راهو بيئة كاملة. باهي بعد شوية نحكيه على مسألة الشهادة في خلاص الضم هذية هل هي موجودة في القانون الجديد ولا ولا وبأي شكل وبأي طريقة خلنا اخذوا دفع اخرى من التاليفونيته نرجعلكم منالو كمالو نبيل. شكرا لك منالو سمحني نظرا لذيق الوقت فمشكون اه تجاوبة مع كمال ديميسي اللي قال المواطن هو المسؤول قتلك امرأة هنا على الفيسبوك ما لا يظهر لي يزمنا نسيبه وخدمنا ونمشيه ونراقبه هالناس هذوما اما كانت نجم زي التعاونة تقولنا وين نمشيه اي نبيل نختمه. انا نختم اه توضيح جس على شهيه تبراء الضم هو هو صحيح لو كان ملول طلبه وانه على خمسة سنين وانه يكون اه ثبته فحسابيته معنى انظمته معنى صراحة ان صعيبة شوية علاش لانه هاو مني نخاف ونخاف هو انه انت مترشح يولي يحكم فيك جهاز التنفيذي وممكن تصير لك تعطلات وغيره ووقتها ندخلو في انه الحرية الترشح كده نجم تمس. هذي على الاقل يتقال نقول وانه هتعطيني انا ديك لانسان الاخلانية ومنها هي خلي الناس تهبط تثبت ويهبط ونجم نقول باللي بش نختم بها القانون فيه بعض الثغارات فيه بعض لعموما اذا كان تقويه بكل ما هو ترتيبي نجم تحسب. هم غيرك في هذية. هم. اذا كان نجي نقول انا اي واحد مترشح يجيه شي ما يمنع. هم. نجم نهبط لكون تخول فيسكال لهو يحب يترشح مرحب بيه يهبط لكون تخول فيسكال. هاي. هاي. اي مسال يترشح لما كده. دونك هذي 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 بفما طرق. هم تحبط على نصوص. على اقل انت ما دم ترشح لشيء العام. هم. وتحب تقول انا بيش ندير الشيء العام. هم. اقل ما يمكن انك تعرف وانو ميجي كونتخول فيسكال. هاي اه اه زادة فما مرد على دفتر خانو الامنك وغيره. نقول بالنسبة لقانون هذي. على اقل طوال يوم رغم ليه اه الهيئة معناها في في الشماء هذية بتاع الكونتخول ما هيش اه معناها ترفع لانو شفنا النصوص وكل شيء نقول حاجة بركة اليوم بيامكاننا. مع محكمة المحاسبات. احنا عندنا طلب في هو يشبه كل شيء. طلبنا مجلس اعلى للرقابة ونقول اكثر رقابة الاقتصادية. لانو تعدت لهيكل كل واحد لهي بحاجة وفي الاخر واحد يعطي في الاخر ولا واحد معناها ممكن اه يزارب حتى في القول وغيره. هالهيكل هذية ينجم اه تعهد له ان تخطخ الانتخابات. حاجة بركة. روح عندنا طرق علمية. سيدة تشيكليست سيدة بروغرام سيدة امانويل بروسيدور خاطر المخيلاش حتى مرة في اللي ونحب برختم به. وانو فما احزي بقول لك انا منعرفش. اش عملت انتي باش تحسسني تقول لي هاو الكراس هذية كيفاش هاو كيفاش معناها بس براكتس احنا سميوها. طرق المثلة انك تدير حملة انتخابية نظيفة وشفافة. هذي احنا على اقل احنا نرجموا تطوعا نحاولوا انو نعموا كالكو نغموا كالكو جيد ونحاولوا انو ننفيدوا بهم الاحزاب المعنية. وشكرا. شكرا لك برك الله فيك هذي يا وليد. شكرا لديوفي. كمان ادي ماسي عن حزب فاق تونس منال الحرابي عن منظمة مراقبون السيد نبيل عبدالتيف رئيس هيئة الخبراء المحاسبون للبلاد التونسية. وشكرا لقانون التحفظ. نتقابل تناعملوا حلقة على قانون التحفظ مطيل للجدل. ها? تحفظ خاتل الربور اللي برد فيه. اي. مش خرجت وينها. تي مش هيك ان انت تحفظ ولكن يوما ما. واضح. سكل البرنامجتي عليه. واضح نتقابل